من بغداد ينضم إلينا سيد فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان سيد فاضل أهلا بكم بداية من خلال ما قمتم بتوثيقه ما هي الأعداد التقريبية للمعتقلين لدى سجون داعش نعم تحياتي لك ولكل المشاهدين أهلا بك تتحدث عن أعمال إرهابية كبيرة تقوم بها عصابات داعش إرهابية من خلال خطف العديد من العوائل وخاصة في المحافظات القريبة على مناطق القتال وخاصة الآن في مدينة الموصل حدث عن ما مقداره 8000 شخص لحد الآن لا يعلم مصيرة عدد الذي تم تصفيتهم من هؤلاء الأشخاص يبلغ خلال سنة مقداره 2077 شخص قامت عصابات داعش بعد عملية اختطافهم والقاهم بالسجن إلى عمليات تصفية كاملة خاصة الذين كانوا يقومون بعمليات بتسريب المعلومات للقوات الأمنية العراقية أو لا يطبقوا تعاليم داعش وبالتالي كان مصيرهم الخطف ومصيرهم الوجود في هذه السجون السرية وفي نفس الوقت أيضا كان هناك مصير آخر يتعلق لموضوع قيامهم بأعمال السخرة التكتيك الجديد الذي قامت بأعصابات داعش خلال شهر المنصرين وخاصة في مدينة الموصل هي استخدام أكثر من ستة آلاف شخص الذين يتوجدون في السجون للقيام بحفر أنفاق يذهبون بهم في فجر كل يوم ويتم حفر هذا الأنفاق من خلال وجود هذا الكمل هائل من العيد البشرية الذي تم اختطافهم من داخل مدينة الموصل وغلبهم من الشباب ويتم عادتهم إلى هذا السجون ليلا والهدف من هذا الموضوع هو حفر سلسلة أنفاق كبيرة قد تكون هي عاق أمام قوات الأمنية لعملية تحرير الموصل وبالتالي يتم استخدامهم ضمن هذا الاستخدام إضافة إلى تلقيهم العديد من قضايا التعذيب وكذلك القتل الجماعي الممنهج في حالة مخالفة أي تعليمات تقوم بها عصابات داعشة رهابية نعم اليوم عمليات التوثيق التي تقومون به إلى أي حد تستطيعون الإلمام بكل هذه التفاصيل ما هي أيضا مصادر المعلومات التي تستندون إليها نعم في المناطق التي تم تحريرها كان من السهولة الوصول إلى المعلومات خاصة عن وجود الإفادات الكثيرة من الشهود والمدعين بالحق الشخصي الوثاق التي وجدت في المناطق التي تتركت عصابات داعشة رهابية سهلت بالوصول إلى هكذا المعلومات لكن في مدينة الموصر وباقي المدن التي تتواجد فيها عصابات داعشة رهابية كانت المعلومات تتواتر من خلال مجموعة الأشخاص المدنيين الذين يسربون هذه المعلومات إلى القوات الأمنية يسربون هذه المعلومات إلى مجموعة من المنظمات المجتمع المدني الفاعلة خاصة التي تواجد في قديم كردستان ويتم من خلال هذا توثيق هذه المعلومات والاستدلال إليها وتقديمها للقوات الأمنية بغية التعامل معها بشكل إيجابي لكن بصراحة الذي يحدث في الموصل هو عبارة عن عملية إبادة جماعية وقيام عصابات داعش رهابية بموضوع اتخاذ المدنيين كدروع بشرية وفي نفس الوقت قيامها بأفعال شنيعة تصل إلى مصاب جرائم الإبادة الجماعية والجرامد الإنسانية من خلالها تقوم بعمليات بيع الأطفال والنساء واختصابهم وعمليات الاتجار الداخلي والخارجي والأهم الأكبر هو قيامها بعمليات معسكرات لتجنيد الأطفال حتجندت أكثر من 1600 طفل بعدما خطفتهم من ذويهم وبالتالي اعتقل عصابات داعش الرهابية ما زالت تحدث الرعب والخوف بين أبناء مدينة مصر حتى لا تحدث ردود أفعال معينة تجاه عصابات داعش الرهابية قد تسهل بعملية الثورة داخلية داخل مدينة المصر وبالتالي كان منهجهم عملية القتل المتوازي يوميا وكل شخص يقوم بعدم تطبيق تعاليم عصابات داعش الرهابية يكون مصيرا للقتل والتصفية ومصادرة المنقولات هذا ما كانت به عصابات داعش وأعتقد في الأيام القادمة سنشهد الكثير من الاختيالات سنشهد الكثير من التصفيات خاصة من المناطق التي تم تحريرها وجدنا الكثير من المقابر الجماعية التي قامت عصابات داعش الرهابية بتصفية العديد من المدنيين العزل لا ذنب الارتكبوا إلا أنهم لم يطبقوا تعاليمهم المشوهة تعاليمهم الرهابية وكانهم من الناس الوطنية الذين يقدمون معلومات للقوات الأمنية نعم من بغداد أشكرك سيد فاضل غراوي عضو بفوضية حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك